موضوع الفيديو عن كيف ممكن رؤية القمر تثبت كروية الأرض البداية لازم نشرح واحدة من الأسوس الفطرية متى يختلف موقع القمر بالنسبة لراصدين مثلا الراصد هذا شايف القمر على اليمين وهذا الراصد شايف على اليسار في حالتين تفسر هذا الاختلاف الحالة الأولى أن الأرض مسطحة والقمر بيناتهم لاحظوا أن القمر يمين الراصد الأول ويسار الراصد الثاني الحالة الثانية أن الأرض منحنية والقمر بعيد كثير في هاي الحالة الرصد الأول شايف القمر يمينه والثاني شايف القمر يساره طيب كيف ممكن هذا يثبت كرويت الأرض؟ من المعروف أنه إحنا نشوف القمر بوجه واحد دايما مثلا هاي الصورة للقمر من استراليا بنفس اللحظة هاي صورة للقمر من بريطانيا لاحظوا أنه إحنا نشوف وجه واحد دايما هل هذا يطابق كرويت الأرض؟ هي بريطانيا أو هي استراليا؟ لاحظوا أن الرصدين يشوفوا نفس الوجه لكن هذا مش منطق على الأرض مسطحة ليش؟ عندك احتمالين لشكل القمر على الأرض مسطحة الاحتمال الأول أنه كرة إذا كان القمر كرة هذا يعني أن سكان بريطانيا يشوف وجه مختلف تماما عن الوجه اللي يشوفه سكان استراليا الفرض الثاني أنه القمر قرس فأي الحالة الراصد الأول يشوف القمر عادي لكن الراصد الثاني رح يلاحظ أنه القمر قرس فرؤية القمر بوجه واحد تثبت كروية الأرض لأنك مستحيل يشوف القمر بوجه واحد على أرض مسطحة طيب رح تقول أوك يا باسل أقنعتني الأرض كروية لكن كيف ممكن نشوف القمر بوجه واحد وهو يدور حول الأرض بكل بساطة القمر يدور بنفس السرعة الدورانة حول الأرض فاثناء دورانة حول الأرض يكون وجهه موجه نحو الأرض طبعا هاي ظاهرة طبيعية جدا ويسموها العلماء القفل المداري اشتركوا في القناة